حقيقة يا دكتور اسمح لي قاطعك بهذه النقطة قيادات الأخوان المسلمين متواجدين في تركيا ومعارضين يهاجموا بلدانهم من تركيا هل فرضت الإدارة التركية قيود على هؤلاء المعارضين بعدم التحريض ضد الأنظمة العربية الأخرى يعني كتمهيد للمصالحة طبعاً لتمهيد يعني دعني أقول بكل صداقة أستطيع أن أقول لكم يعني تركيا كانت دولة تحتوي وتحتضن طبعاً كل اللاجئين تحتضن تركيا خمسة ملايين من اللاجئين من كل إنحاء العالم الإسلام وهذا هو عيب هو عار على العالم الإسلام في الحقيقة يعني لماذا عالم الإسلام هو الذي يدفع من بلاده هؤلاء الناس المواطنين لا يروا أي عدل ولا يروا أي طريقة للمعيشة في بلدانهم ويهاجر ويلجأ إلى تركيا علينا أول أن نبدأ نناقش عن هذا الموضوع وأنا كشخص مسقف ليس كشخص مسؤول في الدولة التركية أنا أقول وأدعو كل الدول الإسلام أن يتفكروا ويركزوا عن هذه النقطة عشان يصلحوا أنفسهم يعني يصلح أنفسهم الدول لا بد أن تشاهد لو في تركيا خمس ملايين من الدول من العرب كلهم طبعاً معارضين لبلادهم ولكن اللاجئ يأتي مع شرعية بلاده أيضاً يعني يأتي بطريقة في ظلم هناك والظلم يدفعه إلى اللجوء لكن هناك جرام متمادل ما بين الأنظمة والإدارات هل يجوز لللاجئين أن يسيئوا إلى الأنظمة بلادهم ويستخدموا تركيا لهذه الإساءة؟ هناك في تركيا كثير من تركيا المعارضين الذي يسيئوا بلادهم لا يسيئوا بلادهم يسيئوا السلطة إساءة السلطة لا تعني إساءة البلدة لا بد أن نفرق بين هاتين الطرفين أنتم لا تقول عندما شخص ينطقت أردغان أنا لا يقول له أنت بلدتك ومن حقه أن يعارض أردغان من حق كل الناس أن يعارضوني أنا شخصياً أنا كل يوم في الإعلام الاجتماعي كل الناس يجتموني وينتقدوني هل أستطيع أن أقول أنا نفسي أنا بالذات أنا البلدة؟ كما أردغان عندما يختار بعض السياسات في من لا يسعده هؤلاء السياسات ويتلقى بعد المعارضة المعارضة الآن بكل شدة كل يوم تنتقد أردغان أكثر من ما تؤيده